عزم يمني على وضع حد للتجاوزات التي يقوم بها حزب الله ومن ورائه إيران على الأراضي اليمنية بوابة مجلس الأمن الدولي سيترقها اليمن كخطوة أولى لانتزاع قرار يدين التدخل الميليشيوي لحزب الله في تعزيز قوات الانقلاب على السلطة الشرعية إذ أعلن سفير اليمن الدائم لدى المجلس خالد اليماني أنه بصدد تقديم شكوى رسمية لوضع الحزب على قوائم الإرهاب مستندا في ذلك إلى الأدلة الدامغة التي كشفت عنها الحكومة قبل يوم تظهر وجود عسكريين وخبراء تابعين للحزب في اليمن فهذا واحد من التسجيلات المطولة التي عثر عليها الجيش اليمني في مواقع ميليشيات الحوثي التي تبين إخضاع مدرب لبناني من الحزب عناصر انقلابية لدورات تدريبية تحث على استهداف المواقع الحدودية السعودية وتحقيق الأذى بها خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن هذا سيعززها أيضا وعلى مستوى آخر مشروع حكومي بحسب ما أشار عدد من الوزراء من بينهم وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد السعدي لصحيفة أقاظ لإعداد ملف يستعرض جرائم حزب الله في اليمن تمهيدا لتقديمه للجهاد الدولية والعربية فالنشاطات حزب الله كما يؤكد المسؤول تسهم في تغذية الصراع العقائدي والفكري والتعصب وتفكك المجتمعات وتدمير الروابط الاجتماعية والفكرية وعلى خط آخر كشف السفير اليمني في لبنان علي الديلامي عن تعليمات صارمة صدرت من وزارة خارجية بلاده تحضر أعطاء تأشيرات سفر للمواطنين اللبنانيين الذين يرغبون بالتوجه إلى اليمن في ظل ظروف الحالية في المقابل تحدثت مصادر يمنية عن توجه المقاتلين من حزب الله للأراضي اليمنية عبر عمليات التهريب بالقوارب من حدود بعض الدول المجاورة للسواحل اليمنية ولم تستبعد المصادر أن يكون للجانب الإيراني دور في الدعم اللوجستي لعمليات تسلل المقاتلين اللبنانيين